السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنرى صفحة 88 من كتاب العلوم الفيزيئية السنة الاولى اعدادي. نتمنى الاول ما شدة التيار التي يشير اليها الجهازات التالية. اذا نضع جهاز الامبير متر وهذه الشاشة عنقة التالية كل هذه اللي حسب شدة التيار ولما هي شدة التيار لكتلك تعاني الحساب للتيار وعلي التوتر. دائما نستعملuna السيال الكهربائي نرمز له بالرمز ا ومن ثممكننا نستعمله علاقة ت يكتص PETA الصغير على entonces التوتر كهربائي هو وي كذلك نفس العلاقة سي في ان صغيرة على ان كبير مع ان سي هو العيار ان صغير عدد تدريجات الابرة وان كبير عدد تدريجات الميناء بالنسبة للشكل الاول هنا لدينا هذا هو الميناء المدرج وهذه هي تشير الابرة الى هذا التدريجة والعيار هو واحد امبير اذا سنستطيع انها ستسابل هذه العلاقة وهذا انا نقولها بانها لدينا هذا التمرين رقم 6 لدينا سي تساوي ننسى والعيار اعتبنا كي ساوي واحد امبير ان صغيرا لو عدد تدريجات الابرة كاللاحظوا بان الابرة تشير الى القيمة 60 ان صغيرة تساوي 60 وان كبيرة هي اكبر تدريجة في الميناء الي هي 100 الان كبيرة عدد تدريجة الميناء هي 100. الان يبقى لنا فقط استباق العددي اذا استباق العددي اي تساوي سي اللي هي اللي نكتبه بعد العلاقة سي في ان صغير على ان كبيرة اي تساوي سي قولنا هي واحد امبير في ان صغير مقصمة على مئة اذا قمنا بحساب هذه القيمة واحد في ستون على مئة سوف نجد 0.6 ثم سوف نضع الوحدة اللي هي الامبير دائما الوحدة كتكون هي ديال العيار من سبيل الشكل الثاني نستعمل نفس العلاقة هنا فقط لدينا العيار هو 0.3 امبير عدد تدريجات الابرة هو 25 عدد تدريجات الميناء هو 30 اذا من سباق للسؤال التعنيفة التمرين لدينا سي تساوي 0.3 امبير نعطونا السي هي 0.3 امبير ان صغيرة هي 25 عدد تدريجات التي تشيرها الابرة وان كبيرة وعدد تدريجات الميناء هي 3 ونستعمل نفس العلاقة اذا اي تساوي السيفة ان على ان لديه 0.3 امبير في 25 مقصومة على 3 اذا قمنا هنا بالحساب كذلك سوف نجد 0.25 امبير كذلك امبير لان هنا لدينا امبير لو كانت لدينا ميلي امبير سوف نكتب الميلي امبير 0.7 نقيس التوتر بين مربط المسباح بواسط الجهاز الفولت متر ونلاحظ ان ابرة الفولت متر تشير الى التدريجة 90 عند استعمال عيار 10 فولت 0.8 حدد قيمة التوتر بين مربط المسباح اذا علمت ان ميناءه يحتوي على 100 تدريجة اذا هنا لا نحتاجه للشكل فقط هذه المعطيات اللي اعطونا اذا نستعمل دائما العلاقة اذا هنا نقيس التوتر يعني العلاقة هي اي تساوي سي في ان صغيرة على ان كبيرة الابرة تشير الى التدريجة 90 اذا ان صغيرة تساوي 90 هي تدريجة الابرة استعمال العيار 10 فولت اذا السي هي 10 فولت واذا علمت ان الميناء يحتوي على مئة تدريجة اذا ان كبيرة هي مئة تدريجة اذا هي عدد تدريجات الميناء ونطبق مباشرة العلاقة اذا اي تساوي السي اللي هي 10 فولت في ان صغيرة اللي هي 90 مقصومة على مئة اذا هذه تساوي تسعون في عشرة هي تسع مئة على مئة تساوي تسعة طبية الحال هنا لدينا الفولت اذا كذلك الفولت تمرين رقم تمانية ننجز دارة كهربائية بسيطة باستعمال المولد ومصباح وقاطع السيار وندرج امبر مترا فيشير الى القيمة 0.28 امبر اولا نمثل الدارة الكهربائية اذا تمثل الدارة الكهربائية كما شفنا الترس انا نمثل كل شيء برمزه الاستراحي اذا قالوا الناب ان هنا مولد ومصباح وقاطع السيار اذا هذا مولد هذا مصباح هذا قاطع السيار مغلق وندرج امبر مترا فيشير الى القيمة اذا امبر مترا دائما يركب على التوالي اذا انا نركب على التوالي بالنسبة للامبر مترا عندما نركبه ضارة كهربائية على التوالي في المنما نركب نهره نفس الشيء يمكنها نعطور في هذا المكان او هذا المكان او هذا المكان كذلك لديه مربطين موجب وسالب السالب متصل مع القطب السالب الى الموجب مع القطب الموجب سوف نتبع هذا القطب السالب للمونليد سوف نتبعه في هذا المربط سالب ثم هذا القطب الموجب سوف يكون مع المربط الموجب للأمبارمتر ثانيا يتوفر الأمبارمتر على العيارات التالية 500 ميلي أمبار 400 ميلي أمبار 300 ميلي أمبار 200 ثم 100 ما العيار الذي يجب استعماله لحصول على قيمة دقيقة لشدة الطيار هنا يعني شنو العيار الذي نستعمله باش نحصل على واحد القيمة اللي هي دقيقة جدا يعني مش هتكون بعيدة على شدة الطيار يعني اللي هي هاد 0.28 أمبار أولا هنا لدينا 0.28 أمبار وهنا لدينا العيارات بالميلي أمبار يعني يجب تحويل هاد القيمة الى الميلي أمبار باش نشوفو شنو هي القيمة اللي قريبة لها إذن 0.28 أمبار لكي نحولها الى الميلي أمبار نضرب في ألف إذن 0.28 في ألف إذا ضربنا هاد القيمة في ألف هاد يحصلوا على مائتين وثمانون ميلي أمبار إذن مائتين وثمانين ميلي أمبار هاد مائتين وثمانون ميلي أمبار غد نقارنها مع هاد القيم القيمة اللي قريبة لها بزاف هل هي التي تكون العيار المناسب اذا هنا 100 مائة وثمانين ثلاثمية أربعمائة ومخمسمئة فاللحظوا بأن هاد مائتين وثمانون ميلي أمبار جهي من بين مائتين وثلاثمئة لكنها أقرب الى ثلاثمئة إذن هي قريبة 300 مشي قريبة لمائتين وبداليه أحسن العيار اللي يمكننا تستعمله هو ثلاثمئة كذلك العيار يجب أن يكون أكبر من القيمة اللي غد يعطينا الأمبرمتر إذن ما يمكن لنش نختاره مئة وما يمكنش نختاره مئتين لأنها قيم أصغر من القيمة اللي قد يعطينا الإبراء وبالتالي أحسن العيار هو هالثلاثمائة ميلي أمبر تمرين رقم تسعة تتكون دارتان كهربائيتان واحد واثنان من ثنائيات القطب نفسها يشير الأمبرمتر المركب في التركيب الأول إلى القيمة مئتين واربعون ميلي أمبر إذن هنا لدينا التبيناء الأولى والتبيناء الثانية ولدينا نفس العناصر يعني هنا لدينا مولد أمبرمتر مصباح وصمام تنائي كذلك هنا لدينا نفس الشيء فقط هنا موضع الصمام تنائي وموضع المصباح قمنا بتغييرهما إذن هل سوف يكون لدينا نفس الشيء قد نشوف إذن أولا ما قيمة شدة التيار المار في التركيب الثاني أعلي جوابك إذن في التركيب الأول قالوا إن شدة التيار هي مئتين واربعون ميلي أمبر عندما وضعنا هذا التركيب أعطينا هذا الأمبرمتر مئتين واربعون ميلي أمبر عندما سوف نقوم بتغيير هذا التركيب ما هي القيمة التي سوف نجدها سوف نجد نفس القيمة لان لدينا تركيب على التوالي فهذا التركيب اينما وضعنا الامبر متر سوف يشير الى نفس القيمة اذا ما هي قيمة شدة تيار المارف التركيب الثاني هي تساوي 240 ميلي امبر لان شدة التيار الكهربائي لا تتغير بتغير موضع الامبر متر او موضع الاجهزة المركبة سؤال تاني حدد قيمة شدة تيار المارف التركيب عند عكس ربط الصمام تنائي نحن نعرف بان الصمام تنائي هو دائما يجب ان يكون سهمه في نفس منحة التيار الكهربائي لكي يمر التيار الكهربائي اذا هنا دائما تيار الكهربائي يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب اذا قمنا بتتبع مسار لمنحة التيار الكهربائي سوف نجد بانه نفس منحة الصمام تنائي ويمر تيار الكهربائي كذلك في التركيب الثاني سنلاحظ بان التيار الكهربائي يخرج من القطب الموجب ويتجه عبر الاسلاك نحو القطب السالب وبالتالي هو نفس منحة الصمام تنائي اذا هنا كذلك يمر تيار الكهربائي لكن عند عكس ربط الصمم تنائي سوف لن يسمح بمرور تيار كربائي لأنه سوف يسمح بمروره في منحة واحد وليس في كل تا المنحين إذن سوف نقوم بعكس ربط الصمم تنائي وبتالي لا يمر تيار كربائي وإذا كان لا يمر تيار كربائي كم سوف يعطينا الامبرميسر؟ طبعا سيعطينا القيمة سفر لأن لا يوجد تيار كربائي يمر إذن عند عكس ربط الصمم تنائي سوف نجد القيمة سوف نجد القيمة تساوي سفر أمبر لماذا؟ لأن الطيار الكهربائي لا يمر في الدارة في هذه الحالة